سلام حبابي تنتمنى أنكم تكونوا بخير على خير وصحة جيدة تنتمنى حد سعيد لكل واحد يشوف هذا الفيديو ولكن اليوم جيت وجبت واحد الوصفة طلبوها المتابعين أو طلبتها واحد المتابعة لأنها عيات من هذا المشكيل عيات من هذا التبول لا إراضي التبول لإراضي يقدر يكون عند الناس كبار ويقدر يكون عند الصغار عندنا جوج حالات عندنا الحالة دي للناس الكبار هذاك من عامل السن والناس الصغار عامل نفسي عامل نفسي تكون عند طفل خوف شديد أو قعت لي شي حاجة ولا عنده خوف إذن هنا الأم خاصة تعمل واحد الأمر أنها تعطي تقل هذاك لابن إلا كان تخاف ولا كان أنه عنده ما عندهش تقل في النفس أو أنه تخاف في الليل إلا كان تخاف غادي إن شاء الله نعطيكم الوصفة ديل الخوف الخوف وصفة ربانية عادة نعطيكم العشبة لأنها تسيدة لحات على الطلب وأنا غادي ننفذ لأن الناس اللي عندي في القناة تنبغيهم بزاف وما تنبغيش نخسر لهم أي طلب ولكن الدعم قليل يا أحباب شفية المغربية ما كينش للايك ما كينش الصلاة على الحبيب أو تعليق إيجابي بحالكم إذن عونوا القناة باش نستمروا إن شاء الله ونزيدوا إن شاء الله نعطيكم أي حاجة تمنيتها إلى كانت في المستطع إذن اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إذن العامل بالنسبة للناس الكبار عامل السن أو يكون عنده مرض السكر أو مرض الضغط أو مرض النبولة تكون إنسان أو تكون عندنا واحد المشكلة في المستطع الكبير تكون منتفخ وتيعطيه واحد طاقة النبولة تيعطيها هذا البول لا إرادة دائما تيمشي أنه خاصه يفرق كل مرة إذن أما الناس صغر أو وصلوا الواحد السن وباقي عنده هذه المشكلة إما من الخوف وإما أنه تخاف أو تيحلم أنه تيمشي للمكان اللي خاصه يوضع فيه البول إذن غادي ناخده الوصل الأولى الناس اللي تخافوا وعنده مولداتهم تخافوا ودائما مضطارف في النوم خاصكم تعرفوا الناس اللي عندهم تبول إرادة لا إرادة تبول لا إرادة خاصكم من واحد الوقت بساعة قبل من النوم ما خاصوش يشرب الماء خاصو يتعود على الماء قليل قبل ما ينام ما يشربش بزاف وخاصو ياخد الحلبة يحطها تحت لسانه سبع حبات ديال الحلبة أو تسع حبات ديال الحلبة تعطيها لي في الدو ويقرع لها صورة الكافرون صورة الكافرون يقرها بنفسه يقرها تسع مرات على هدوك الحبات إما تسعة وإما سبعة يحطهم تحت لسانه إلا بلعهم عادي لأنهم فيهم قراءة القرآن ولو ما يبغيش الحلبة خاصك تعطيها لي يديرها تحت لسانه مع النوم يقدر أنه يسرطها عادي جدا ولكن غير يدوم عليها واحد المدة يديرها بنفسه إلا كان يعرف يقرأ ويعرف يقرأ هذه الصورة الكريمة إلا ما عرفش أو ما بغيش يديرها تتأخذ واحد الكمية ديال الحلبة وتتقرأ عليها 21 مرة صورة الكافرون وتوضعيها في واحد القنينة زجاجية وتحطها عليه حدراسه من يبغي مشي نام يديرها تحت لسانه سبع حبات أو تسعة وأنه غير يدوم عليها غير يحيد خوف ديال أنه دائما يقدر يتبول في الفراش غادي ناخده العشبة ديال المتنان بالنسبة الناس الكبار أو بالنسبة الصغار غادي ناخده ونمشيه عند العطار عنده المتنان إلا كان خضر جيدا ولكن عشبة كارمة زيانة هي نفس المفعول ولكن إلا كانت خضرها تتكون عنده واحد طاقة متجيش حارة بزاف إلا غادي نمشي ناخد واحد القبطة غير بخمس دراهم هي ما غالياش ولكن غادي جيبها على النية أنك بغي تديرها لهادك الطفل لهذاك الطفل اللي عنده مشكلة ولكن هو عامل نفسي دائما الأطباء يقولوا عامل نفسي لأن مروا علينا هذه المشاكل مع أولادنا وسبحان الله تعالجوا في أقرب وقت لأنه علاج سهل وبسيط ولكن تعاوني بالقرآن الكريم إذن غادي تأخذي المتنان غادي تجيبي المتنان كما هو في الصورة وعشبة المتنان فعالة لعلاج تبول لا إراضي إذن هاد المتنان را عند العطار العطار اللي تيبيعوه العشوب غادي نجيبوه وناخد منه معلقة أو جوج معلقات إلا كان يابس تأخذي معلقة أو جوج معالق وغادي معالق صغار ماشي كبار وغادي نغسلهم مزيان من التراب وغادي نوضع لهم ماء ساخن ما غاديش نتبخهم غادي نوضع لهم ماء ساخن خليهم عشر دقائق عشر دقائق وغادي نصفيهم مزيان وغادي نقرأ لهم صورة الشرح سبع مرات وصورة الكافرون سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات تقدري تعطيه ويقرأ بالنسوة ولكن من الأحسن الأم دائما هي اللي عندها المشكل أن أولادها خاصوا يتعالجوا تعطيه هذك كأس من يبغين عس تقريبا بنصف ساعة يشرب هذك هذك الكأس دائما في الليل مشي في الصباح دائما في الليل إلا كان عنده برد أو كان عنده مشكل في آآ الجهاز ديال جهاز نبولة إلا كان عنده نبولة آآ تتعطيه الحريق أو فيها برد وتتعطيه هذك طاقة ديال التبول لا إراضي غادي إن شاء الله تنضف وتحيد وفي نفس الوقت القرآن هو رقية شرعية إلا كان عنده عارد من العين أو الحسد أو المست وتلمست ديال هذك طريقة ديال التبول لا إراضي دائما تحس برصورة أنه جالس في المرحاد إذن حاولوا أنكم تديروها للناس الكبار أو الصغار الناس الكبار غادي ياخدوا كأس قبل النوم بنصف ساعة ويشربوه على النية ديال الطرد هذ المشكيل ويقلال المشكيل ديال كل مرة خاصوا يمشي أنه يمشي المرحاد الناس اللي عندهم الولدات اللي تيكونوا تيخافوا يحاولوا أنهم يتعاملوا معهم معاملة خاصة قاعدة حصل المشكيل غادي تحاولوا تقول لي ما عديش إن شاء الله ما عديش يبقى هذي المشكيل ودائما نخدم على عامل نفسي دائما نخدموا على العامل النفسي بالنسبة للأطفال اللي عندهم هذي المشكيل ونحاولوا إن شاء الله نديروا هذي العشبة نعطيها لي ثلاث أيام في الأسبوع في أول الأسبوع في وسط الأسبوع وفي آخر الأسبوع ثلاث أيام ونحاول دائما تقدري تنتي تشرب معها إلى عندك رجل كبير في المنزل عنده هذي المشكيل أو الإنسان اللي طارسوا البرد أو عنده البرد في النبولة تهيصة حالي هذي العشبة حاولوا أنكم تشريوها من عند العطار لأن العطارين تيبيعوها كينة الخضرة وكينة اللي غادي إن شاء الله جيبوها يابسة اليابسة تحاولوا تخلو عليها الماء الساخن تغسلوها مزيان جوج معالق صغار تحطوها في كأس كبير وتوضعوا عليها ماء ساخن وتخلوها عشر دقائق وتصفيها وتقربوا علي القراءة اللي عطيتكم أما الناس اللي جابوها خضرة غادي تحاول تغسلها وتحطها في واحد الكاسرون وتتبخيها جيدا وتخليها في واحد القنينة في تلاجة الوقت اللي تريد تشربه تتخنها وتقريع عليها نفس القراءة لأن إلا كانت خضرة متى تكون شديك القوة ديالها مجهدة ولكن إلا كانت يابسة ستكون عندها مفعول أقوى من تكون خضرة إذن أحبابي هذه الوصفة صالحة الكبار وصغار بالنسبة للناس اللي عندهم هذا المشكل تبول لإرادة إذن أحبابي ما تنسونش باللايك وما تنسونش بالدعم لأن محتاجين للدعم ديالكم ودائما القناة تحت أمركم جميع الوصفات اللي بغيتو حقا لي بالتعليق ورغد جوبكم إن شاء الله بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته